قصة سنام بقرة مزموزة كانت عند مزموزة بقرة جميلة اسمها سنام ولكنها كانت تشعر بالملل في الحضيرة كانت سنام تريد أن تخرج وتستكشف العالم لكنها لم تستطع لأنها كانت محبوسة في الحضيرة في يوم من الأيام قررت سنام بقرة مزموزة أن تهرب من الحضيرة ولكنها لم تكن تعرف كيف فقد بدأت في التفكير في خطط للهروب تقول البقرة وبعد فترة قصيرة وجدت طريقة للخروج وجدت سنام بقرة مزموزة من الحضيرة قول بقرة مزموزة وبدأت في استكشاف العالم وكنت أشعر بالسعادة والحرية ولكن بعد فترة قصيرة شعرت سنام بالحزن لأنها كانت بعيداً عن صديقها مزموزة وعن أصدقائها في الحضيرة في النهاية عادت سنام بقرة مزموزة إلى الحضيرة وكانت سعيدة لأنها عادت إلى منزلها ولكنها كانت أيضاً سعيدة لأنها استطاعت استكشاف العالم خارج الحضيرة أنقى لكن فهو يدفع فظلام السم ترجمة نانسي قنقر